ترجمة نانسي قنقر للأمم المتحدة لتحسين سبل مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وقد لاقت دعوة سموه ترحيبا وتأييدا واسعا من المنظمات وشخصيات الدولية المشاركة في منتدى رؤى البحرين رؤى مشتركة لمستقبل عالمي ناجح الذي عقد يوم أمس تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مشيدين بمبادرات وجهود سموه في دعم العمل الجماعي المشترك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة كما دعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع استراتيجية عالمية تعزز من حق الأمن الصحي للشعوب باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن العالمي بمفهومه الشامل مؤكد سموه أن أمن وأمان البشرية كل لا يتجزأ ولا يمكن أن يتحقق هذا الأمان إلا بتكاتفي وتعاون الجميع وإيمانهم بالقيم الإنسانية المشتركة التي تجمعهم مع بعضهم البعض جاء ذلك خلال كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر في المنتدى ألقاه نيابة عن سموه الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بمملكة البحرين خلال افتتاح أعمال المنتدى الذي أقيم تحت شعار أهداف التنمية المستدامة في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد بتنظيم من ديوان سموه وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وقد عقد المنتدى بتزامن مع الجزء رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشائها ونوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في كلمته إلى أهمية تعزيز أسس التعاون الدولي المستدام في مرحلة ما بعد كورونا بما يضمن توجيه الموارد والطاقات نحو وجهتها الصحيحة المتمثلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 20-30 مع ضرورة مراجعة هذه الأهداف وترتيب الأولويات بما يتناسب مع متطلبات هذه المرحلة الاستثنائية وبما يعزز من مناعة دول العالم في مواجهة مختلف التحديات في المستقبل وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه حرصت وفي ظل ظروف الاستثنائية الراهنة التي تتمثل في انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على تقديم كل الدعم والإسناد للمواطن والمقيم بما يضمن سلامة المجتمع وصحة أفراده جميعا وبما يكفل الأمان الصحي والاقتصادي والاجتماعي لهم وذلك من خلال الجهود التي قادها الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي أسهمت في نجاح البحرين في التعامل مع الجائحة بكل كفاءة واحترافية من خلال تقديمها كافة التسهيلات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لمواطني المملكة والمقيمين فيها على حد سواء وأشاد سموه بعطاءات الكوادر الطبية والتمرضية البحرينية ودورهم الوطني المشهود في التصدي للجائحة ومقام به من جهد إنساني نبيل لا يزال يتواصل في خدمة المجتمع ويستحق كل الشكر والتقدير ونبه سموه إلى أن هذه الجائحة وضعت العالم أمام خطر صحي عالمي وأحدثت دوامة من القلق المجتمعي والإطراب في كل مناحي الحياة معرباً سموه عن تطلعه إلى أن تكون تحديات الأزمة الراهنة فرصة من أجل تعزيز آليات التنسيق والتكامل بين الدول والشعوب وبناء عالم أفضل يقوم على مبادئ الضمير الحي والواعي والقيم النبيلة والعمل المشترك من أجل عالم تجمعه الوحدة والأخوة الإنسانية التي تدعو إلى الأخذ بيد الضعيف حتى لا نترك أحداً وراءنا وأكد سموه أن جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أوجدت واقعاً جديداً ووضعت شعوب وحكومات العالم أمام تحديات واسعة التأثير تمثلت في تعطل أوجه الحياة العامة ووقف مختلف الأنشطة الاقتصادية مما كان له الأثر البالغ في انكماش الاقتصاد وتراجع معدلات نمو وزيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع معدلات الدين العالمي بشكل غير مسبوق ونوه صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء في كلمته بدور منظمة الصحة العالمية ومديرها العام الدكتور تدروس أدهانوم جابريسوس في قيادة الجهود الدولية لمواجهة هذه الحالة الطارئة ومثاندة جهود الدول ومن بينها مملكة البحرين في وضع سياسات وبرامج التشخيص والعلاج والتدابير الاحترازية والوقائية وغيرها واعتبر سموه أن تنظيم المنتدى في هذا الوقت من شأنه أن يشكل إسهاما ملموسا في مساندة الجهود الدولية للقضاء على هذا الوباء حتى تعود الأوضاح إلى طبيعتها ويمضي العالم قدما في جهود التنمية المستدامة كما أعرب سموه عن خلص التهنئة إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وإلى كافة الشركاء والمسؤولين والعاملين في وكالات وبرامج الأمم المتحدة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين لإنشاء المنظمة الدولية مشيدا سموه بدور المنظمة الفاعل في تحفيز العمل الدولي لبلوغ الغيات التنموية من أجل مستقبل أفضل وحياة سعيدة لنا وللأجيال القادمة انطلقت فعليات منتدى رؤى البحرين رؤى مشتركة لمستقبل عالمي ناجح بحضور عدد من المسؤولين من داخل وخارج المملكة وخلال المنتدى ألقى سعادة الدكتور عبداللطيف الرشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين كلمة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر نيابة عن سموه حيث عقد المنتدى بتزامن مع الجزء رفيع المستوى من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وكذلك احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشائها وأعرب الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في كلمته خلال المنتدى عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على جهود سموه في مواجهة جائحة كوفيد-19 ولمملكة البحرين على تنظيمها واستضافتها للمنتدى وشراكتها مع منظمة الصحة العالمية خلال السنوات الماضية مؤكداً تأييده للمقترح الذي تقدم به صاحب السمو لإطلاق مجموعة أصدقاء الأمين العام للأمم المتحدة لتحسين سبول مواجهة التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة مضيفاً أن منظمة الصحة العالمية ستدعم هذا المقترح من ناحيته توجه الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتريش في كلمته بالتحية إلى القائمين على تنظيم المنتدى والمشاركين فيه مشيداً بجهودهم المكثفة في مواجهة الجائحة مؤكداً أن الأمم المتحدة تواصل بذل جهودها من أجل تدشين حزمة إنقاذ ضخمة لصالح شعوب ودول العالم الأكثر تأثراً واحتياجاً أشدد غوتريش على ضرورة وقف إطلاق النار عالمياً للتركيز على العدو المشترك وهو فيروس كورونا وتحدث الدكتور دينيس موكويغي الحائز على جائزة نوبل لسلام لعام 2018 عن التحديات التي تواجه العالم موجهاً شكراً لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعوته للمشاركة في المنتدى من جانبه قدمت دكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة الخارجية رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة عرضاً تناول علاقة مملكة البحرين والأمم المتحدة وإطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومة مملكة البحرين ووكالات وهيئات الأمم المتحدة وجهود مملكة البحرين في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وأكدت السيدة أودري أوزولاي المدير العام لمنظمة اليونسكو في كلمتها بالمنتدى أهمية التعددية وفعاليتها في تحقيق نتائج ملموسة مؤكدة أننا نحتاج إلى دول أعضاء ملتزمة مثل مملكة البحرين وأكدت أن الأزمة الحالية تذكر البشرية بمدى ترابطها وأن التصدي لعواقب الجائحة يحتاج إلى مزيد من التعاون وهو هدف تحظى الأمم المتحدة إزاء قدرتها على تحقيقه بثقة شعوب العالم كما ألقى السيد عبدالله شاهد وزير الخارجية بجمهورية المالديف كلمة أكد فيها على ضرورة تكاتف والتضامن دول العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جانبها أشادت سيدة أناتي باجوكا وكيل الأمين العام والمديرة التنفيذية السابقة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بمبادرات صاحب سمو الملكي رئيس الوزراء والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التنمية المستدامة والتي كان لها أثرها البالغ في توجيه أنظار المجتمع الدولي إلى كل ما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام وأكدت أن منتدى رؤى البحرين يشكل كل عام حدثا هاما يجمع المسؤولين والمختصين لمناقشة مختلف القضايا التي ترمي إلى تعزيز منظومة العمل الجماعي من أجل صالح الإنسانية وتطورها وأكدت الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة بمملكة البحرين أن المملكة حرصت منذ بدء الجائحة على التعامل مع سلبياتها وتداعياتها على الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة من خلال توفير كافة سبل الدعم والموارد اللازمة لضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية وعدم تأثرها بالاستجابة الوطنية لحالة الطوارئ الصحية المصاحبة لكوفيد-19 وأوضحت أن أهداف التنمية المستدامة تعد خارطة طريق للبشرية وأن هذا الوباء يمثل تحدياً هائلاً للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة 2030 إلا أنه في ذات الوقت يوضح لنا حكمة متأصلة بالفعل في أهداف التنمية المستدامة وهي أنه لا يمكن التعامل مع التحديات التي نواجهها بمعزل عن غيرها وأوضح الدكتور محمود محيددين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 أن جائحة كوفيد-19 تسببت في أزمة صحية واقتصادية وإنسانية غير مسبوقة حيث فقد 500 مليون شخص وظائفهم حتى الآن وتضعف عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد مع 270 مليون شخص إضافي يواجهون الجوع الحاد هذا العام كما يواجه 100 مليون شخص خطر دفعهم نحو الفقر وهو أول ارتفاع في معدلات الفقر منذ عام 1998 من جهته أعرب بنكيمون الأمين العام السابق للأمم المتحدة في كلمة ألقاها خلال المنتدى عن خالص تقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ومدير منظمة الصحة العالمية مشيدا بتنظيم منتدى رؤى البحرين في هذه الفترة غير المسبوقة على مدى التاريخ وما تتمتع به مملكة البحرين من ريادة في تبني المبادرات التي تدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لصالح شعوب العالم سعى المشاركة في المنتدى رؤى البحرين برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هذا المنتدى ركز على موضوع أهداف تنمية المستدامة وما بعد جاحت كوفيد 19 واستعرض خلال مشاركة الشراكة القائمة بين مملكة البحرين ومنظمة الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة ولا سيما في الأشهر الماضية في محاربة جاحت كورونا هذا التعاون الذي من خلال مختلف وزارات الدولة ولا سيما من جاعة للصحة وزارة الصحة نحن في مركز البحرين الدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة لدينا دراسة قائمة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدراسة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة وقد استعرضت النتاج الأولية لهذه الدراسة ونأمل في أن يكون هذا التعاون المثمر القام لعقود طويلة مع المم المتحدة يعكس الجهود الوطنية في مواجهة هذه التحديات الدولية بداية أود أن أهنئ مملكة البحرين على رؤية صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والتي نجحت في تنظيم حدث كهذا بهذا الشكل الجيد والمتميز في ظل الظروف الحالية كما كنت مسرورا للغاية بأن أرى حرص مختلف القطاعات في حكومة مملكة البحرين على المشاركة في نقاشات المنتدى والتي تميزت بمداخلات لمسؤولين مرموقين من الأمم المتحدة وهذا يعني أننا استطعنا توحيد الجهود للعمل معا لمواجهة هذه الجائحة حيث أننا نعمل بشكل وثيق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين مع وزارة الخارجية وكانت هناك العديد من النقاط المثيرة للاهتمام التي تم طرحها خلال هذا المنتدى والتي سنعمل على تنفيذها في المستقبل القريب ترجمة نانسي قنقر